ننتقل إلى مطاردة هيئة الرقابة الإدارية للفاسدين في مختلف المجالات تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقادي المتهم الأول لمبلغ ربعمية ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي وتوصلت تحريات الهيئة عن اعتياده ذلك الإجراء مستغلاً سلطات وظيفته وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ألقي القبض عليه متلبساً بتقادي المبلغ المالي من متعهد القمامة وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات ومن ناحية أخرى وفي إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحفاظ على صحة المواطنين بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بالمحافظات وردت معلومات تفيد بقيام مسؤولي محطة وقود مصر البترول بمركز أبنوب بإمساك وتجميع كميات من السولار والبنزين فئة 80 بالمخالفة وبيعها وتم تشكيل لجنة من مفتشي تموين محافظة أسيوت للمرور على المحطة المشار إليها وتبين قيام صاحبها بمخالفة القانون 109 لسنة 1980 الخاص بشؤون التموين بتجميع وبيع كميات الوقود بالمخالفة والتي بلغ إجماليها حوالي 108 ألف لتر من السولار والبنزين فئة 80 وبلغ إجمالي قيمتها بحوالي 700 ألف جنيه وقد تم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات والمخالفين وعرضوا على النيابة العامة كمان وردت معلومات تفيد قيام إحدى شركات الصناعات الدوائية باستخدام مخزن غير مرخص بمدينة أسيوت في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات لعدد من محافظات الصعيد بالمخالفة ووجود كميات كبيرة من العدسات اللاسقة للعيون منتهية الصلاحية يتم بيعها وتدولها بنطاق محافظة الغربية وبتشكيل لجان فنية من إدارات التفتيش الصيدلي ومفتشي مدرية التموين بمحافظتي أسيوت والغربية وبإشراف ورفقة أعضاء الهيئة تم التفتيش على مخزن الشركة بمحافظة أسيوت وضبط كميات كبيرة من الأدوية ومنها عقار البريجابة المخدر وأدوية أخرى تابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي وكميات من المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر فضلا عن ضبط 15 ألف زجاجة وعلبة أدوية منتهية الصلاحية بعضها منذ عام 2007 و2008 كما تم تنفيذ عدة حملات بمحافظة الغربية للمرور على أماكن بيع العدسات اللاسقة المشار إليها أصفرت عن ضبط 180 علبة بإجمال 800 عدسة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تسبب الإصابة بقرحة العين وانعدام الرؤية وقد تم تحريز كل المضبوطات بالمحافظتين وتحرير محاضر بالوقائع وعرضها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها ترجمة نانسي قنقر